العقيدة العقيدة وآثرها في الأمة الإسلامية فأقول لابد أولا أن نعرف ما هي العقيدة العقيدة هي ما عقده القلب من الإيمان واليقين بما يجب اعتقاده وهي الإيمان بالله وملعكته وخجبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره والشري هذه العقيدة التي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة وقد بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله تبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشري الإيمان بالله يتضمن الإيمان بأنه الحي القيوم الحي الذي لا يموت المدبر لجميع الأمور الذي بيده ملكوت كل شيء الذي يجب أن يطاع فلا يُعصى وأن يُعصى وأن يُشكر فلا يُنكر الإيمان الإيمان بانفراده بالألوهية التي بني عليها الإسلام في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة عن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرم هذه العقيدة في الألوهية يجب على الأمة الإسلامية أن يتفقوا عليها وأن يبحثوا في جميع أقطار الدنيا هل المسلمون قد حققوا هذه أم لديهم من الشرك ما ينافيها وأول من يقوم بهذا هذه الرابطة رابطة العالم الإسلامي إن بعض الأمة الإسلامية في بلاد المسلمين فقوموا بناينا في هذه الحقيقة وهي أن لا إله إلا الله فعندهم من المشاهد وعبادة غير الله عز وجل والاستعانة بالأموات والاستغاثة بهم ما هو معلوم لمن شاهد أو سميه وهذا أمر يجب أن تتوحد الأمة على نفله وإنكاره وبينحق في جانبه ويتغمن إيمان بالله عز وجل الإيمان بانتراده بما يقتص به من الأسماء والصفاب فليس كمثل شيء وهو السميع البسيط وله من الأسماء الحسنة والصفات العليا ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعقيدة في هذه الناحية بالذات واضحة سليمة بينة ليس بيها قلق وليس بيها نكب وهي التي سار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدبر ما كان عليه استحاب الله وعنهم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته تجد أنهم في غاية الأدب مع النفوش لا يتجاوزونها ولا يقصرون عنها يثبتون ما أثبت الله تعالى للنفس من الأسماء والصفات على وجه الحقيقة وينفون ما نفى الله عن نفسه من الأوساط على وجه الحقيقة سوحيد الأمة الإسلامية على هذه القائدة وليثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات ونفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات أمر ضروري لأن هذا يتعلق بالخالق عز وجل يتعلق بالمعبود فإذا تفرقت الأمة فيه فهذا يعني أنها تفرقت في معبودها وما يسهد من الأسماء والصفات ويجب على الجهات المسؤولة عن الأمة الإسلامية أن تحاول توحيد الأمة الإسلامية على هذا الأصل حتى لا تتفرق حتى لا تزير فردي من رأيك وسخط ما سخط ولا يمكن أن تتوحد أمة تختلف في معبودها جل وعلا لذلك لا بد من الاتفاق على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات هل يمكن الأمة أن تتحد وهي تختلف في معبودها هل وبالسماء أو في الأرض هل وباء من خلقه آل عليهم أو فمختلط بهم في أماكنهم لا يمكن لأن هناك فرق لأن هناك فرقا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلا فوق كل شيء ومن يعتقد أن معبوده في كل شيء هل اتفاق مع هذا الاختلاف وأرى أن ترجمة نانسي قنقر